اشتركوا في القناة وبسم الله نبدأ في الشرح أول حاجة رح تتوجه إلى رابط قناة التلقرام اللي موجود تحت في الوصف رح تدخل على القناة رح تحصل رابط لتطبيق دعم قياس رح تدخل على الرابط وتحمل التطبيق بعد ما تحمل التطبيق رح تفتحه رح تحط عربي من فوق ورح تضغط خدمات الأفراد بعدين رح تضغط دعم المختبرين قياس ورح تدخل رقم أحوالك بعدها رح يوصل الكود إلى الجوار رح تدخله هنا بعدها رح تضغط على دخول الآن في الأسفل رح تضغط على طلب ورح تدخل النوع الدعم الفني في النوع الفرعي رح تدخل الاختبارات الورقية طيب في الحالة هذه ما رح نحتاج مرفقات رح ندخل في الوصف على طول في الوصف رح تكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدين فاصلة أنا فلاني لفلاني أرغب في إعادة النظر في نتيجة التحصيلي وإعادة تصحيح للاختبار وشكرا بعدها رح تضغط على حفظ خلاص يقول لك الآن تم إنشاء الطلب بنجاح تضغط تم خلاص الآن رح تضغط استعادة ورح تحصل طلبك مكتوب قيد التنفيذ رح تصبر لين يأتيك رد من قياس وإذا ما أعجبك الرد تقدر تضغط إضافة تعليق ويصير تتواصل معهم وبإذن الله يردون عليكم بالرد اللي تتمنونه وبس هذا اللي كان عنده اليوم أتمنى إذا فدتكم تشتركونا عندي في القناة يارفوني وتفعلون زر الجرس ليوصلكم كل جديد وتدعموني باللايك وإذا حابين تستفسرون مني عني حاجة حساباتي على منصات التواصل الاجتماعي عن استقرام سناف شات تويتر موجودة تحت في الوصف حياكم الله جميع والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر